مجلس الوزراء النهاردة استعرض السيناريوهات المقترحة لاستكمال التعليم والعملية التعليمية خلال الترمي التاني من العام الدراسي والترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات الفصل الدراسي الأول الاجتماع كان فيه دكتور طريق شوي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وعرضوا الوزيران عرض السيناريوهات المختلفة لذلك تمهيدا لعرضها بعد كده على لجنة اللجنة العليا لمواجهة أزمة كورونا يوم الأحد المقبل لأنه لابد من اتخاذ قرار نتوقع إذن قرار يوم الأحد المقبل أن يعلن من مجلس الوزراء فيما يختص حاجتين الامتحانات والترم التاني هيكون شكله الترم القادم من التعليم يوم الأحد المقبل لأنه الأجازة المفروض أجازة نص السنة تخلص يوم 20 فبراير والتعليم أو الدراسة كانت توقفت يوم 2 يناير وحتى 20 فبراير والدراسة كانت أونلاين حتى 15 يناير وبعدين كانت أجازة نص السنة لحد يوم 20 فبراير طيب إحنا يعني متوقعين أنه حتطلع قرارات أتمنى ودي مش توقعات ولا معلومات ولكن أتمنى حاجتين فيما يخص الامتحانات والترم التاني أولا أنه لا تتراجع الدولة عن الامتحانات الدراسة مش مذاكرة بس الدراسة لابد أن يكون فيها تقييم هعرف منين الفرق بين الطالب الشاطر والطالب المجتهد والطالب اللي بيذاكر والطالب الخيبان بصراحة التقييم مهم عشان أن السنة جاية أو ترم قادم لابد من التقييم وأي حد أو حتى الأهالي والأمهات اللي مش عايزين امتحانات واللي بيعملوا هاشتاجات لا للامتحانات أنا بصراحة شايفة أن ده شيء لا علاقة له بفكرة العملية التعليمية هو إحنا عايزين العيال تتعلم وأولادنا تتعلم ولا عايزين ننقلهم بس السنة الجاية وخلاص الدولة الحقيقة قدرت أنها تحافظ على العملية التعليمية طول فترة الكورونا قعدنا خايفين من امتحانات السنوية العامة ونهدد وأولادنا حيبقوا شهداء وحيموتوا والعربيات الإسعاف وقدرت الدولة أنها تقيم امتحانات السنوية العامة وتأخذ هذه الامتحانات بنجاح شديد وامتحانات الجامعة عقدت بنجاح شديد وكل الامتحانات عقدت بنجاح شديد وخلصنا ولما الأمر تطلب أن احنا نقف الدراسة ونعملها أونلاين عملناها أونلاين وخدت القرار ده في الوقت المناسب ولكن احنا محتاجين أولا نفق في أصحاب الملف سواء من وزارة التعليم والتربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي أو إدارة الأزمة أن هم فاهمين بيعملوا إيه ثانيا إحنا عايزين إيه من التعليم هو إحنا مش بنقول نطور التعليم عايزين تعليم أفضل عايزين ولادنا يتعلموا إحنا عايزين ولادنا يتعلموا واللجيل يقعد في البيت إيه الهدف من العملية التعليمية الهدف من العملية التعليمية إن الولاد ياخدوا الكم التعليمي والدراسي اللي المفروض ياخدوه ويحصل تقييم موضوعي يعني يفرق بين الشاطر وغير الشاطر المجتهد وغير المجتهد لا يمكن ومن غير العدالة إن كل الناس تتنقل للسنة الجاية أو للترم القادم دون تقييم ده غير عادل ده موضوع غير عادل إيه النموذج اللي بندهي للأولاد إيه هو النموذج ده نموذج فاشل وبالتالي أتمنى أن لا تتراجع الدولة تحت ضغط الأهالي من فكرة عقد الامتحانات سواء بالنسبة للولاد في المدارس أو بالنسبة للجامعات ده أول نقطة وأتمنى أيضاً لمصالحة الامتحانات تبقى حضوري يعني لو قررت الدولة أنها تعملها أونلاين يعني معرفش أنا متشككة في الموضوع ده أتمنى اللي امتحانات تكون حضوري أرقام الكورونا معقولة جداً في مصر إحنا بنتكلم في 500 كل يوم وفيات 46 و47 بس أرقام الإصابات معقولة جداً في مصر وعملنا امتحانات السنوية العامة ونجحنا فيها بشكل كبير التقييم مهم تاني حاجة أتمنى برضو من الحكومة أنها تاخد قرار واضح وجريء بالعودة للدراسة العودة للدراسة فيزيكلي أو عودة للدراسة في المدارس والجامعات مش عايزين السنة تضيق على الولاد ده جيل حيتعلم إيه؟ السنة كلها كده حتروح المدارس مهمة الدراسة مهمة ونجرب ونشوف حيحصل إيه؟ حنجرب ونشوف وأظن أن الأهالي هنا مش هيعرضوا فكرة العودة الأهالي وكثير من الأمهات دلوقتي بيشكوا من وجود الأولاد في البيت ومن الأونلاين والنات بيقطع وإنتوا عارفين أن النات عندنا بعافية وقلنا الكلام ده كتير والولاد قاعدين على الإنترنت أتمنى أن الدراسة تعود سواء في المدارس أو الجامعات علشان يعني نحقق عملية تعليمية وسنة دراسية مسكة نفسها محترمة كده متمسكة ما تضيعوش السنة إحنا عايزين الولاد تتعلم مش الولاد تنتقل للسنة اللي بعدها بدون تعليم في انتظار قرار لجنة الأزمة يوم الأحد المقبل أتمنى أنه يكون فيه قرار قوي وجريء وواضح وصريح وما نخافش وما نقاش تحت ضغط وهاشتاجات الأسر والأهالي لأنه القائمين على العملية التعليمية عارفين كويس أوي بيعملوا إيه وعارفين كويس أوي ماذا حققوا والحياة كل اللي وعدوا بيه قدروا أنه هم يعملوا وبنجح اشتركوا في القناة